أهلا بكم مشاهدين في عدد جديد من برنامج دلال خير الرجولة ليست كلمة تقال بل أفعال ومواقف على أرض الواقع وإن كنت غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج والأولاد فدعي الأمر لأهله قصة اليوم قصة غدر وخيانة لأم تخلى عنها الزوج مع أولادها الثلاث الذين هم من صلبه لا لذنب فقط لأنهم ولدوا مرضى بطريقة لا يفعلها إلا الجبناء هنا في بلدية وادي الفضة بشلف قصة معاناة إمرأة بدأت منذ إنجابها لطفلها الأول من ذوي الإحتياجات الخاصة لتنجب بعده توأمين أمال ورفيقة زوجت في 2001 وقعدت معها سبع سنين وبناء بل أذراري كي قعدت معها سبع سنين بل أذراري في 2008 جاءوا هذة جاتت تطفل لأول زادت تطفل لأول بدأت في عمره عام ونص زادوا هذو كي زادوا هذو قل لك ديرين كي خوتهم ديرين كي خو معوقين درس بيت جدهم الله يرحموني كلهم درس بيت جدهم دقول لهم درس بيت كلش باباهم بتأكهرهم ما بدأ يصرفوا عليهم وهما عندهم كي قفلوا خمسة شهر قل ينديك لداركم قل ينديك لداركم في العيد الكبير إذبحنا عادي بضعك واللعبة وما تقل ينديك لداركم ضايفة لي لور واحد انا جيت انا كي جيت عند ارنم فالليل جاء ابني فالليل بضعك واللعب فالليل قاسل المصبع الحم ثلثة مخات وثلثة الحوف وثلثة كوفيرتات ربما سبب زواج الأقارب جعل الأولاد ثلاثة مصابين بالمرض ها بنتي راح يتعاني مع أولادها الله غالب بش تريح نديرولها احنا كنا بدينا نديرولها بالصحة الله غالب ما عندنا ما نديرولها راح يتعاني معهم والله نجعل ربي فرجع ليها في الخير ان شاء الله يا ربي والله نجعله ثلاثة هو يتفكر أولاده لا بغاية تفكرهم غيب بالنفقة تحم بالزفع عليهم ذا قيا الكريا وخاصة تعتريسينتي وكل الحياة راح في ذاك المصروف التحم وما زاد من مأساة الأم تخلي الزوج عن أولاده وزوجته وتهربه من المسؤولية أولية ها هو الاهداء ربي والهادي منون تطلبوا منون ان شاء الله ينفقي على أولاده وبرك واللي يجري لهم على ذا الحليب يجيبوا له الأم في حيرة للحصول على هذا النوع من الحليب الباهظ ثمنه وحرصها الشديد على إطعام ابنتها رفيقة وفق مقادير يومية مضبوطة خوفا من تقدم مرضها وفق مقادير يومية أنا هذي الطفلة راني كديتها للطبيب فشلت لي مركبية فشلت لي قع بدت تفشل بدت نماكلتها تنقص كديتها للطبيب قال لي لازم ذلك التعيارات تعيرت الهرب ذوكرة بعملين ونص قدرتهم مجهودي ولميتهم ذوكرة بعملين كيعايرت لها قال لك لازم تزايل كديتها الزايل قال لك هذا الرجيم ذوك هذا الرجيم مصطوش مصطوش هذه الماكلة سلكتين هل الله غالب تاكل المميزين تاكل هذه البطاطاك بالميزان كلش بالميزان ما قدرتش ما قدرت لها هل الله غالب ذوك الماكلة التحليتش بحماستها مصطها ولا في فرماسي ولا عند برا بدموع حارقة تروي لنا الأم خوفها من فقدان توأمها كما فقدت ابنها الأول في سن السابعة من عمره هذه الزايل تصبح نلبس لون الديها الديها للمركز ونجيبها تفتر ونعود الخمم عليها ثم ونقر بالعندها كيف رأي عائشة كيف رأي دايرة كيف رأي لي نظر الراقة فيه الطفلة رفيقة مقيدة بنظام غذائي دقيق لا يجب تجاوز المقادير المسموح بها وإلا سوف تصاب بالشلل في أي لحظة مثل أختها ما عندي ما عنديش الحل ما عنديش المحاو ما عونا ما كاش مكاش كيف أن هذه ذو كان يشوف يعني الخايفة لها لتعبق أنا ذو كي سبعتها من عند الطبيبة قال لي ماذا بك تراق بيها وتوقلي لها ما قلتها بالميزان تاح ما شوفوا بدي لا شكرها قالوا لي وهذك ذو كي زادتها فهل من منقذ لهذه الأمة التي تركت وحيدة في عز المحنة على الأقل لإنقاذ ابنتها من مسار طريقه مرعب ترجمة نانسي قنقر موسيقى